الحمد لله الحمد لله الذي وعد الأبرار بالنعيم وتوعد الفجار بالجهيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدل أمانا ونصح الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليكيم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحثان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد مدينا زمناً طويلاً في فكه السيرة النبوية وبينا بالصفاء الإيماني ما يمكن أن نتوصل إليه من البيان نسأل الله تعالى رب العزة والجبروت أن يشهد لنا بذلك ويجزينا بذلك جزاء الأوفا أيها الإخوة المؤمنون الكرام أريد بأن أنتكل بهدراتكم إلى موضوع جديد وهو وصف الجنة والنار ولكن في خطبتنا هذه نعرض مقدمة لتيفة لنمهد الطريق لذلك في اللكاءات القادمة فحتى يهين ذلك الوقت يقول الحق سبحانه وتعالى في المفادلة بين الهياة الدنيا والآخرة اسمه أيها الأحبة ماذا يقول مولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الهياة الدنيا والآخرة خير وأبطأ وقال أيضا سبحانه وتعالى زين للناس هب الشهوات من النساء والبنين والقناتير المقنطرة من الزهب والفد والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الهياة الدنيا والله إنده حسن المعاب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا إند ربهم جنات تجري من تحتها الأنحاب خالدين فيها وأزواج متخرة ورجوان من الله والله بصير بالإبادة أيها الإخوة المؤمنون الكرام هذا موضوعنا اليوم وأما بيان ذلك سيأتي بعد جلسة الإستراحة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم والسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السادق الوعد الامين وعلى آله وصحبه ومن والا أما بعد ألم سيدنا اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر